زهور مساء الخير مشاهدين نتوقع بحول الله خلال الساعة القليلة المقبلة تسجيل انخفاض محسوس خاصة في درجات الحراءة الدنيا رح تكون ان شاء الله يعني دون العشر درجات ما بين حوالي سبع درجات إلى غاية 15 درجة مرتقبة بشمال البلاد وكذلك نتوقع ان شاء الله بداية من يوم السبت تساقط بعض الأمطار وهذا على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية للبلاد نشوفوا التفاصيل فيما يخص توقعات تساقط الأمطار بداية من يوم غدا الجمعة ولغاية يوم الأحد بحول الله أجواء غائمة سحب سفلك كثيفة ركامية النوع ان شاء الله رح تغطي يوم غدا الجمعة أغلب المناطق الشمالية احتمال هذه سحب انتمد بعض الزخات المطارية ان شاء الله على فترات بالنسبة ليوم السبت اللحظة لأن طرح تكون حاضرة صباحة السبت في حد الساعة السابعة صباحا عبر كل من ولاية تيبازا الجزائر العاصمة بومردس كذلك تزوزو حتى لبجاية وجيجل غير أن الأجواء تبقى دايما غائمة وسحب السفلة الكثيفة تبقى دايما تغطي أغلب ولايات الوطن خلال يومي السبت وحتى يوم الأحد ان شاء الله نمر الكتل الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غدا الجمعة إلى غاية يوم الأحد نلاحظوا اللون الأخذ أخضر ان شاء الله أقول معذرة يعود من جديد يميز أغلب المناطق الداخلية للبلاد وعليه ان شاء الله درجات الحرارة تكون دون العشر درجات يعني ما بين حوالي 7 درجات إلى غاية 15 درجة وهذا عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد جنوب البلاد رح نسجل إن شاء الله ما بين حوالي 20 إلى غاية 25 درجة أما بالنسبة للظاهرة كذلك حيكون هناك يعني انخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى وهذا بحول الله بداية من يوم السبت خاصة المناطق الغربية والوسطى وإن شاء الله ستكون ما بين حوالي 28 درجة إلى غاية 25 درجة بالمناطق الغربية والوسطى بالنسبة للمناطق الشرقية نسبيا تبقى درجتها مرتفعة نسبيا مقارنة بغرب ووسطى البلاد رح نسجل إن شاء الله ما بين 25 إلى غاية 30 درجة وهذا كأعلى مقياس بشرق البلاد جنوب البلاد مشاهدين كما نلاحظوا في الصورة الأجواء الحرام مستمرة على المناطق الجنوبية خاصة على مدينة أدرار إن صالح كذلك تيندوف بنعة باستيميمون إنكزام برج باجي مختار المنعة يرتقى بأن تصل أو تتعدى عطبة 45 درجة مئوية تحت الظل بحول الله بالنسبة لحالة البحر المرتقبة ليوم غد الجمعة إلى غاية يوم الأحد إن شاء الله نلاحظوا يوم غد سيكون بحر هائج وهذا خاصة على السواحل الغربية والمسطى رياح جد قوية سرعةها يرتقى بأن تصل أو تتعدى 60 كم في الساعة بالنسبة ليوم السبت حتى يوم الأحد سيصبح بحر نوعا ما من هذه إلى قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي مع رياح تروح سرعة إن شاء الله بين 30 إلى غاية 40 كم في الساعة مشاهدين وضعية جوية نوعا ما مستقرة نسبيا مع تشكل صحب سفلة كثيفة خلال الساعة القليلة المقبلة احتمال هذه الصحب الركامية النوع لتمد أمطار رعدية تكون على فترات أمطار ضعيفة بالإضافة إلى ذلك يعني الشيء المميز خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة مع دخول فصل الخريف هي درجات الحرارة نحن نسجل إنخفاض جد محسوس في درجات الحرارة خاصة الدنيا بالنسبة لفترة صباحة وحتى الفترة الليلية ستكون إن شاء الله ما بين 7 إلى غاية 10 درجة أو 15 درجة كأعلى مقياس بشمال البلاد بهذا مشاهدين أصل ليطي ورقة تحوال التقص نعود الآن لزهور استكمال بقية الأخبار شكرا لك حسب على هذه الورقة الجوية اشتركوا في القناة